الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درسي لهذا اليوم يتحدث عن التمثيل بالصندوق والطرفيه الفكرة الأساسية من الدرس أن أعرض البيانات وأمثلها باستخدام الصندوق والطرفيه وأفسرها المفردات لديه التمثيل بالصندوق والطرفيه والقيم القصوى استعد ارتفاعات يبين الجدوى المجاور ارتفاعات بعض مدن مملكة عن سطح البحر واحد ما القيمة الصغرى لهذه البيانات ما أصغر عدد موجود لدي بشكل مباشر نقول مئتان وماذا وعشرة ما الربيع الأدنى لهذه البيانات ألاحظ أنها مرتبة أقسمها بشكل مباشر إلى جزئين إذن الربيع الأدنى له مكة المكرمة تساوي كم تساوي الثلاثمائة ما الوسيط لهذه البيانات نجمع بشكل مباشر الستمائة وعشرون زائد الستمائة البيانات يتقع في النص عندي رقمين واقسمها على اثنين تساوي لدي لهو تساوي الستمائة وعشرة ما الربيع الأعلى الربيع الأعلى لهو تبوك تساوي كم تساوي السبعمائة ما القيمة العظمى أكبر رقم عندي يساوي تسعمائة وخمسة عشر بعد ذلك حددي القيم المتطرفة ألاحظ أنه لا يوجد قيم متطرفة طيب التمثيل بالصندوق وطرفيه هو عبارة عن خط الأعداد ليبين انتشار مجموعة من البيانات حيث يرسم الصندوق حول قيم الربيعيين ويمتد من الطرفين خطان مستقيمان يصلان بين الربيعيين والقيم القصوى للبيانات هي القيمة العظمى والصغرى التي لا تكون قيما متطرفة أول شيء ما أعطيك يقولك يلا مثل البيانات اللي موجودة عندي في الأعلى مثلها باستعمال الصندوق وطرفيه أول شيء الأرقام اللي موجودة عندي متفاوتة من المئة إلى التسعمائة فأحتاج أولا أني أرسم خط أعداد خليني أعرض لك الآن الرسم أرسم خط أعداد مرقم من مئة إلى ألف ليش؟ لأن الشامل لجميع الأرقام الأرقام ألاحظها من مئة وعشر من مئة وعشرة إلى تسعمائة وخمسة عشر بعد ذلك أطلع الوسيط الوسيط لما طلعته عند الرقم كم ستمائة وعشرة مثلته هنا هذه هي النقطة بعد ذلك الربيع الأعلى عند كم عند الرقم سبعمائة لاحظني مثلته بدائرة هنا في الأعلى وضعت النقطة بعد ذلك الربيع الأدنى عند كم عند الثلاثمائة ثم بعد ذلك قمت برسم الصندوق بهذه الصورة هذا الصندوق قمت برسمه ثم قسمته من عند الوسيط بعدين القيمة العظمى وضعت عندها دائرة والقيمة الصغرى وضعت عندها دائرة ثم قمت بإيصال الخط من الربيع الأعلى إلى القيمة العظمى ومن الربيع الأعلى إلى القيمة الصغرى طيب بعد ذلك نبدأ بتفسير البيانات لحظي عندي تفسير البيانات عندي كرة قدم على ما يدول طول صندوق وطرفيهم يعطيك التمثيل بشكل مباشر عندي قاعدة أساسية كلما كبرت المسافة من الوسيط من الوسيط إلى الربيع الأعلى مثلا أو الأدنى بشكل مباشر بتكون البيانات أكثر دقة وأكثر انتشارا إذن يظهر من الرسم أن البيانات بين الوسيط والربيع الأعلى أكثر تباعد وانتشارا من تلك التي تقع بين الوسيط والربيع الأدنى وبما أن الطرف الأيمن أطول من الطرف الأيسر فإن البيانات الأكبر من الربيع الأعلى تكون أكثر تباعدا وانتشارا من سواها الذي هو الأقل من الربيع الأدنى هنا لاحظي أنه يقارن بين بيانات عندي تمثيلين بالصندوق وطرفا يقارن بين الأطفال الرضع من البنات ومن البنين وطالب أبنين يقارن بينهم بشكل مباشر بقول البنات أقصر من البنين بصورة عامة إذن البنات عندي أقصر من البنين بصورة عامة فالربيع الأعلى للطول لدى البنات هو 67 سانتي متر مما يعني أن الطول 75% منهم هو 67 سانتي متر أو أقل وحين أن الربيع الأدنى لدى البنين هو 66 سانتي متر مما يعني أن أطوال 75% منهم هو 66 سانتي متر أو أكثر أتمنى أن يكون الدرس واضح لكنا جميعا ترجمة نانسي قنقر